في مجالات حتى على مستوى المحليات وخاصة أن الدولة أعتقد تنمية الصعيد حركة مهتمة جداً بموضوع التنمية أنا صعيدي طبعاً زي ما أنت عارب خليمها عكرة في فترة اللي فاتت في توجه من الدولة أنها تركز كل المعونات والمنع اللي جاي للبلد أنها تروح في اتجاه السيد عشان هي المناطق الأكثر فقرة لفترة اللي فاتت ومحتاجة رفع مستوى التشغيل فيها عشان الناس تتوظف لبقاء ما تحجيرش من المحافظات للمحافظات أخرى فحتى عندنا برنامج تنمية الصعيد النهاردة لمحافظين الممامل البنك الدولي لإنه وسهاج مركز على محافظين لإنه وسهاج عشان خاطر يرفع مستوى المعيشية في البلد دي تخص مرات في الملافق وكل الكلام دي كله عشان إيه تباين على قد وقت المواطن يحس بالإنجاز بزرط فيه توجه أنا عارب برضو فيه توجه جديد سنة جاية إن شاء الله فيه تخصيص ميزانيات قدر أكبر ميزانية لمحافظات الصعيد عشان تظهر عليها للقرى الأكثر احتياجا لأن الناس دي المرافق عندها مازالت في وضع غير متقدم يحتاج يتبصيها بشكل أكبر فعشان كده فيه جزء الدولة المهتمية جدا بجزء بتاع تحسين المرافق وتطوير المرافق كل ما يعود على المواطن من خدمات متعلقة بالطرق والصرف الصحي والكهرباء عشان الناس تحس إن عوائد هذه الإصلاح بقيت ترجع لهم مرة تانية إمتى المواطن يبدأ يحس لما يحس لما يجيبه ويشتغل كويس يعني لما دخله يتحسن دخله مش هيتحسن إلا بفيه فرص تشجيل كويسة في السوق تشجع على استثمار الخاص يجبر أكتر وأكتر أنه أكبر قطاع مستوعب للعمالة قطاع الخاص وليس الحكومة فالنهار دا حتاك تشتغل إنه طول ما انتا بتدعم القطاع الخاص فيه لغة حوار مشتركة مفتوحة بينك ومن القطاع الخاص وتحاول تدعم كافة الدعم اللازم لنمو هذا القطاع هتخلق فرص كتيرة الناس هتشتغل هيبقى فيه تحسن مستوى الدخول تانية حاجة إن المواطن في نفس الوقت اللي عنده دخل محدد ما يكتفيش باز الدخل يفكر إزاي يوسع من دخله بمعنى يكبر من دخله إنه هدا لو أنا بشتغل شهر هنا ما عديش فيش مشكلة أشتغل شهر هنا تانية إيه المشكلة يعني؟ نعم شنزود دخلي مثل إنه هدا يبقى عندك عجز ميل بتبص الحكتين بترشد إن فقط بتشوف أولوياتك بإيه وتعيد توزيع الدخل مرة أخرى في نفس الوقت لما يبقى عندك عاوز مرة أخرى يبقى عندك تحسن مستوى دخلك تدور على مصدر رزق آخر سواء شهر هنا أخرى مرتب أعلى أو تشتغل شهر هنا تانية تزود لك دخلك نحن أخر بس يكون موجود الشغل التاني بحش أنا بقوله حركة قطاع الخاص من أحنا بقوله إذن هو الدور إنه نحن ببصين على دور قوي جدا للدولة في دعم القطاع الخاص ودعم الأليات الإنتاج ودعم القطاع الإنتاج وده اللي أنا شايف الفترة اللي فاتت من خلال اللقاءات المستمرة ما بين حتى على مستوى مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء أنا بيعقد لقاءات منتظمة مع المجالس التصديرية عشان حكتين وعشان حكتين أولا إزود الصدرات طاعت الناس دي لما صدراتك تزيد معنى أن تشغيلك هيزيد معنى أنك هتتوسع في الانتاج معنى هتتشغل الناس أكتر حتى بعد حركة بيتين الناس هي معندهم أصدر الدخل أكتر ففيه النهاردة نسبة بطالة نهاردة أنت عايز تستهدفها عايز توصل لقل من 10% فكلا يأتي إلا برفع مستوى التشغيل وده هيعود على كل لأنه نهاردة لما أنت تشغل أكتر فيه ناس هتتوظف أكتر هتخلق فرص عمل أكتر فالناس يبقى أنهم هتدفع تخلق تأمينات هيبه فيه أرباح يعني هدا لو فيه بيت مثلا لو أنا حركة البيت النهاردة فيه زوج وزوجة بيشتغلوا أولادهم بيشتغلوا يعني هدا لو أولادهم بيشتغلوا هيخفوا العبن مع الزوج والزوجة من أحية تانية بزلط فرص العمل بيفساح المجال للقطاع الخاص وتشجيل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتوسع في كافة القطاعات ده هيساعد كتير جدا لأنه ما فيش تنمية حقيقة مستدامة من غير التعاومة بين الحكومة وقطاع الخاص ومجتمع المدني أولاد المجتمع المدني عشان فيه ملزمات أهلية تشتغل على أرض الواقع بتوفر فرص عمل على مستوى المايكرو توسع صغير جدا هو أكبر قطاع مستوعب لهذه العمالة هو قطاع المشاعة المصرية المتوسطة وبتكلفة أقل من مشاعة الكبر أنت لازم توازم بالأثنين جميل طيب أمكن الحكومة متاجهة الفترة الجاية لطرح الشركات في البورصة المصرية ممكن أستاذ شام التوفيق وإذن اختار العمل كنصرح لك خلال رمضان في حيارة 4 شركات بيكلموا عليهم بيكلموا عليهم بسقينة والحركة وانت كده وبرنامجة الطرح تأخذ نتيجة ظروف وضع البورصة نتيجة أزمة السيولة وانخفض معاشرات البورصة طيب النهاردة الفترة الجاية أكيد الطرحات دي كأنها بسميها منتجات جديدة في السوق نعم في ناس كتير تستناها عشان تحدوخ الفلوس فيها وهي أحد المصادر اللي جاز بالسيولة وفيه استهداف لمستثميني استراتيجيين بعينهم تمام عشان خاطر يدخلهم استثمين جداد للسوق وعملة للسوق بس في نفس الوقت أنا عايز أنوع القصة دي كلها مبقاش كله راح لستراتيجيين انبستر مستثمر رئيسي أو مؤسسات بيانا لأن عايز أدي أخلق نوع من الحركة في السوق بعايز النسبة تبقى أكبر شوية في السوق لكل الناس ده بيبقى مفتوح لكناس أكتر بيبقى عندي 95% لمستثمر استراتيجي أو مؤسسة مالية أو مؤسسات مالية محددة لا أفتح نسبة شوية لأنه زي ما حدث